كابتن طريق العشري الموديل فني لفريق الاتحاد أعلم بعد المباراة استقالته عن تدريب الفريق من شوية عرفنا أنه كابتن طريق العشري تراجع عن هذه الاستقالة بعد اجتماع مع الأستاذ محمد مسلحي رئيس النادي اللي أكد أن العشري قال خلال الاجتماع أنه تعرض لضغوط كتيرة كانت السبب في استقالته وأكد على تقديره الكامل لجماهير للتحاد أستاذ محمد مسلحي كمان أكد على تقديره الكامل للعشري كأحد أبناء الاتحاد المخلصين ده البيانة اللي طالع على الموقع الرسمي للاتحاد السكندري طيب عايز أقول حاجة بسيطة جدا وصغيرة جدا لكل الأندية الجماهرية في مصر تحديدا اللي بعيدة عن الأهل والزمارك أنا أتكلم عن الاتحاد على المصر على الإسماعيلي على بلدة المحلة على غز المحلة كل الأندية الكبيرة الجماهرية الكبيرة دي أنا بطل من جمهور الأندية دي تبقى واقعية يعني إيه تبقى واقعية؟ يعني الاتحاد لما يبقى في المربع الزهبي في الدوري فده أقصى 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 طموح ممكن يوصله للاتحاد طبقا لإمكانيات وقائمته وتشكلته بمعنى أنه مثلا في إسبانيا لو فياريال كان موجود في المربع الزهبي فده إنجاز لو في إنجلترا توتنهام موجود في المربع الزهبي فده إنجاز لو في إيطاليا لاتسيو أو روما في المربع الزهبي فده إنجاز طبقا لإمكانياتك بالمقارنة بالإمكانيات اللي حواليك يعني إيه؟ يعني الاتحاد مش الأهلي الاتحاد مش الزمالك الاتحاد مش برامد مش عايز أقول إنه كمان فيه أندية عندها لعيبة وإمكانات أكبر من الاتحاد بجانب الأهلي والزمالك وبرامد طيب كناك إنك توصل للمرحلة دي فهي مرحلة جيدة جدا إنت بقى يا جمهور بطبيعة أي جمهور في العالم عايز ماكسب طول الوقت طبيعي عايز ماكسب طول الوقت عايز في الإيطالك تكسب أكيد مش تبقى بطول عادي إنه في الإيطالك تتعادل أو تخسر بس عايزك تبقى وقعي ليه وقعي؟ إنه لو الاتحاد كسب على طول فطبيعي يبقى بطل الدوري طيب الاتحاد مش هيكسب على طول ليه عشان ما عندهش كل الإمكانيات مثلا اللي موجودة عند الأهلي والزمالك وبرامد اللي ما بيكسبوش أصلا على طول فأنا بس بقول للجمهور اهدوا على المدربين بتوعكم جمهور الإسماعيلي والاتحاد والمصري الأندية الجماعية اللي بقولك عليه هداية دايما متعصبين دايما عايزين في رقيتهم تكسب على طول حلو ده شعور منطقي وطبيعي بس خليك واقعي هلأ قدرك سبع طول؟ لا مش هيحصل مش هيحصل خالص فما تروحش بعصبيتك وغضبك على المدربين دايما نفس الأمر على فكرة عند الإسماعيلي إسماعيلي في ظروف صعبة جدا مطلوب من الكلام تنعيب جليل أنه يكسب على طول أنه ينافس على الدوري زي زمان مفيش دلوقتي الكلام ده مفيش مفيش الإمكانيات دي فازبر وقول إيه قد يام ناخد خطوات له قدام دي حكاية مباراة أخرى النهاردة خسرها المصري أمام بيرامدز بهدف دون رد ربطان صبح يسجل هدف بيرامدز الوحيد في وقت متأخر في الديئة 87 ولكن بمهارة عظيمة جدا لف بمدافع المصر بشكل رائع جدا وخد قرار في جزء من الثانية صاوب الكرة وسجل هدف الفوز لبيرامدز بصراحة الموسم ده عامل موسم ممتاز جدا في الدوري في الدوري تحديد عشان هو خرج من أفرادك في الدوري ممتاز هتقولي ممتاز ليه مش بس على النتائج ولا سلسات الانتصارات المتتالية لأ أنا ألا أكلمك ممتاز فيما يخص إنه حتى لو بعض المباريات لعبها بشكل مش كويس بيقدر يخرج بالثلاث نقاط ودي حاجة مميزة دائما وأبدا في الفرق الكبيرة وصلها دلوقتي ببيرامدز وبالتالي وبالتالي لازم تتأكد إن الموسم ده تحديدا الموسم ده تحديدا بيرامدز منافس حقيقة على رقب الدوري الممتاز رقب الدوري الممتاز قريب جدا من بيرامدز موسيقى